كل سنة وانتم طيبين شهر رمضان شهر كريم دايما متعودين ان احنا التلفزيون بيبقى هو معانا في كل الاوقات في خلال هذا الشهر الكريم بنبقى منتظرين كل سنة مسلسلات جديدة نجمنا اللي احنا بنحبهم يمكن في ناس بتمثل مسلسل واحد بس في السنة بيكون هو ده خلال شهر رمضان الكريم بنبقى منتظرين مين اللي هيحسم السباء مين هنقول ده احسن مسلسل احنا شفناه كل واحد بيبقى له نجم محبوب بيتابع المسلسل غير كمان البرامج اللي موجودة على شاشات القنوات معايا ضيفي النقد الفاني الاستاذ احمد سعد الدين اهلا بحضرتك اهلا وسهلا اهلا بيك كل سنة وحضرتك طيب وانت طيبة وكل المشاهدين طيبين احنا شفنا الحقيقة بروموهات كتيرة على كل القنوات لمسلسلات يعني ويمكن مسلسلات تتصورت في ظروف صعبة هو ما كانش متوقع صحيح انها تلحق ايوة يعني الحقيقة احنا كلنا اتفاجئنا بالكورونا فتصورت المسلسلات بالرغم من هذه الظروف الصعبة هنشوف مع حضرتك كل مسلسل ونقول ايه عنه هنشوف ايه يا جماعة اول مسلسل فالانسينو الفنان عايد الامام عايد الامام نجم ضد الزمن ليه ضد الزمن عايد الامام من الزكاء الكبير جدا انه قدر يستحوذ على النجومية او على عرش النجومية لمدة 40 سنة من سنة 80 وحتى الان اشتغل في السينما كتير جدا ثم اتجه للاعمال الدرامية من بعد سنة 2011-2012 قدم حوالي 7-8 مسلسلات او 6-7 مسلسلات في الفترة الاخيرة الاهم هنا هو وجود عايد الامام في الموسم يعني هو وصل لدرجة ان الناس مستنية هو هيقدم ايه مش المسلسل عامل ايه الحقيقة كان مسلسل فالانسينو كان المفروض يوزع في رمضان اللي فات ولكن بعد فترة كده حسوا ان التصوير مايقدرش يكمل اكتر من 50% وكلام من ده فتأجل ليه العام التالي اللي هو السنة دي عشان كده يعتبر من الاعمال اللي كانت جهزة بقالها فترة ايه يعني بسيط جدا لما لايه ان هو عايز يكمل بعض المشاهد فهنا عادي الامام نجم كوميدي سواء شعبيته في مصر او في الوطن العربي بالكامل هو عادي الامام الناس مستنية مجرد ظهوره على الشاشة الناس بتتحكم ظهور بيدي بهجة فعادي الامام طبعا نجم الكوميدي يا وزعي ايه احنا في انتظار اللي هو هيقدمه عمل كوميدي ده اكيد ما فيهاش كلام ولكن مستميين القصة بقى اللي هو هيمشي فيها رايح فيه هيكون رقم واحد زي ما احنا متعاودين والفنان عادي الامام خلي بالك من حاجة مهمة جدا عادي الامام انا لازم اشيله من المنافسة كده ما اقولش بقى رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ده في منطقة لوحده جمهوره جمهور لوحده سواء من الكبار او حتى من صغير السن ايه فهنا هو خارج المنافسة له جمهور خاص عادي الامام مش شعبية بس ان انا بتفرج عليه هنا عادي لما بيسافر برا مع احترامنا الاسمه يعني ايه في يوم من الايام كان بتكرم في المغرب وزيرة الثقافة المغربية تخلت على البروتوكول بتاعها وقلعت الحزاء وقامت ترقص معي ليه هذا النجم نجم كبير جدا فمش هاجي النهاردة هصنفه نمبر وان ونمبر تو ونمبر سبين عادي الامام وسلسل على جنب نروح للأفيش التاني نحب تاني ليه نحب تاني ليه هو وجود الحقيقة احمد فاهمي كمان ايه هنا انا بتكلم على نوع من الكوميديا الكوميديا الجديدة بمفردات العصر هو ما يعتبر من جيل الشباب معاه شريف مونير وشريف ممثل جيد جدا هنشوف مسلسل اعتقد ان احنا هنشوف مسلسل جيد في اني منطقة ما نقدرش نحدد غير في نهاية الشهر الكريم لكن على الاقل احنا بنتكلم على ممثل ممتاز وفي نفس الوقت معاكوميديا شاب وباقي فريق المسلسل اللي بعده لما كنا كنا صغيرين اه هنا بقى نتوقف شوية مش هنتوقف عن العمل عن مستوى العمل ولكن عن ما حدث لهذا العمل ايه وجود نجم كبير زي فنان محمود حميدة ده غول تمثيل فنان خالد النبوي واحد ليه باع طويل جدا جدا في العمل سواء الدرامي او السينمائي لكن هذا العمل حصل عليه مشاكل كتيرة خلال الثلاثة اربعة ايام اللي فاته بزرح هذه المشاكل موجودة على السوشيال ميديا مش موجودة داخل المسلسل المسلسل هي على التتر على التتر المسلسل على الأفيش على الأفيش على اساس انه هو ده ريهام حجاج ممثلة جيدة ولكن لسه في بداية يعني ما اعتبرش ان التاريخ طويل ايه فازاي هي تسبق خالد النبوي او محمود حميدة هنا انا يعني افتكر ان انا قابلت الفنان محمود ياسين زمان من حوالي 15 سنة او 14 سنة كان بيعمل فيلم الجزيرة وسألته سؤال مباشر ازاي اسمك هيجي بعد احمد الساقة وبعد مجموعة جبيرة فقال لي انا يوم ما ابتديت وابتديت عملت فيلم اسمه اين عقلي كان بطولته مع رجدي ابازة ومع سعاد حسن ايه وجمه هما بيكتبوا التتر ازاي هيكتبوا محمود الاول ولا رجدي ابازة فلازم يبقى رجدي ابازة جي رجدي ابازة بنفسه قال لا الفيلم باطل ومين محمود يبقى هول ايه يلي كتب الاول ايه لان انا اخدت الفترة بتاعتي يعني هو رجدي ابازة تكلم في ده فبيقول انا اخدت الدرس من هنا من رجدي ابازة لما جيت يشتغل مع احمد الساقة هو كان نجم العمل فلازم اسمه يبقى الاول في هذا المسلسل تحديدا حصل مشاكل كتيرة ولكن طلع بيان من الشركة المنتجة ان هذا العمل بيتحضر له بقاله اكتر من سنة ده كان مشروع ريهام حجيك وخالد النبو يعتبر اخر واحد مضى العقد بتاعه في يناير اللي فات فمن هنا كان فيه اتفاق ان الاسم بتاعها هيبقى متقدم فده مش عيب يعني واصل السينما والتلفزيون ما بيتخدش بالتاريخ وإلا كان فنان عبدالوارس عصر فضل اسمه هو الاول في كل الاعمال ايه او الفنان زاكي رستم هنا بالمشروع او بالنجمية الموجودة انا بعمل المسلسل ده وهبيه باسمي يعني كان عشان ناس كتيرة على فكرة كان بتتكلم في الموضوع ده بقالنا فعلا كام يوم يعني حضرتك لاتي وضحت النقطة انه ريهان هي اللي كانت ده مشروعها وهي صحبة فكرة هذا المسلسل مع الشركة المنتجة مع الشركة المنتجة ده هم كانوا شغالين على ده وانضم بعد كده في النهاية في النهاية حسب البيان اللي جه من الشركة ان اخر فنان مضى عقد في يناير 2020 الفنان خالد النبوي لكن هم شغالين من 2019 في التحضيرات يعني البطولة لريهام ممكن يكون جوه العمل اللي هيشيل العمل محمود حميدة وخالد النبوي ولكن البطولة في الاسم الموجود لريهام حجك يعني يمكن البوستر الرسمي اللي نزل صحح الأوضاع شوية يعني خلوا هي مش متقدمة البوستر هم موجودين وهي واقفة هو فيه أكثر من بوستر يعني الخلاف حصل لما ظهر بوستر فيه ثلاث نجوم لوحده اللي قدامك ده لا ده تاني بوستر ظهر كان فيه قبليه ريهام في الأول وبعدين محمود حميدة وخالد النبوي ده اللي كان حصل عليه مشكلة على السوشيال ميديا تمام وغيروه بعد كده ما هو كل العمل ونزل بقى أصبح ما فيش حاجة اسمها بغير أنا بنزل كل فترة بوست جديد بوست جديد تمام فهنا ده البوستر الجديد تمام تمام وده ما يعيبش الموضوع السينما أو التلفزيون أو الفن عموما سنة الحياة وطبعا الفنان خالد النبوي عارف ده في الآخر ساعة كتابة الأسماء يقال هذا الشكل لكن بيان الشركة اللي تم نشره مبارح تقريبا أعتقد أنه هو بيقول أنه عارف من البداية يعني هو عارف وعلى أساس أنه تقاضى أجر كبير وأخذ أكتر من 75% من أجره ده على عهدة الشركة المنتجة تمام نروح لمسالفة الآخر أربع نجوم أمارات والأول مرة يمكن من الحاجات الغريبة أن الأول مرة الجمهور يستنى مسلسل هو مش عارف رايح فيه ليه؟ لأن الأسماء الموجودة عليها جدل غير طبيعي أنا قدام نجمتين نجمتين سينما كان بيتباع الفيلم بأساميهم لمدة ما يقرب من 20 سنة في الثمانينات والتسيئين يمكن النجمتين من أهم خمس نجمات في تاريخ مصر الفيلم يباع بأساميهم كنساء لأننا عارفين أن السينما زكورية أكتر فنانة نادي الجندي والفنانة نبيل عبيد الاثنين كانوا متنافستين لكن إننا أجمعهم في عمل كان هذا حلم في فترة السينما مين اللي بكر في التجميعة دي أو التوليفة دي؟ صاحب الفكرة صادق الصباح على مفتك لهو عمل حاجة معي المشكلة الأكبر عشان تجمعي نجمتين محتاجها كتابة ورق سيناريو يقدر يحفظ مكانة النجمتين هذا المسلسل هو فورمات متاخد من عمل أجنبي تم تمصيره فاتعرض على الفنانة نادي الجندي والفنانة نبيل عبيد إن هما يدخلوا في عمل واحد فكانت المفاجأة هما أوكي يا جماعة إحنا موافقين هو نفس تخض تمام فمن هنا ابتدى المشروع يكبر وكان مرشح لي العمل الفنانة نعام سلوسة ولكن اعتذرت لأن عندها ظروف أخرى فاستعانوا بالفنانة الكبيرة سميحة أيوب سميحة أيوب نادي الجندي نبيل عبيد هالة فاخر تمام ده القوام الأساسي لهذا المسلسل كان اسمه في البداية نساء من زهد لكن تم تغييره سكر زيانة هنا من البرومو بتاعه أنا قدامه سلسل كوميدي في مواقف كوميدية المواقف دي فيها بعض النفسانة والجمهور مستني النفسانة ما بين النجمات فمن هنا لفت النظر بشكل كبير جدا للبرومو فمستنيين إيه اللي هيتم هل هينجح أعتقد أن يعني البرومو بتاعه مدي خمسين في المية من النجاح قبل ما يبتدي لكن لو نجح هذا العمل في رأيي هلاقي منه جزء تاني وثالث أكيد ليه العمل كوميدي بالإضافة أن احنا في الوقت الحالي زمن الكورونا واللي احنا عاديين فيه في البيت الناس ما عادش عندها استعداد أنها تشوف حاجة كئيبة أو حاجة تشد أعصابي ما هي بالزبط أنا عايزة بقى أضحك شوية أو أحرم من لنا فيه فأنا أضحك إمتى أضحك على حاجة كوميديية وكمان بعض النفسانات ما بين النجمات وأمام على الشاشة فبالتالي محتاجين أن نحن نشوف العمل ونتمنى له النجاح لسبب بسيط الفنان ليس خيل الحكومة مش لما يجبر يتضرب بالنار بالعكس عندهم خبرات وعندهم حاجات جميلة عندهم جمهور ومطلوبين في أدوار معينة الجميل أنت لو روحتي السينما العالمية هتلاقي أنتوني كوين كان بتكتب له أعمال وهو كبير تمام لما أعمل الشكل ده ليه اتنين من الفنانات أو تلاتة من الكبار أنا هنا بأحيي الدراما الجيدة أيوه اللي إحنا كنا بنحبها بشكل كوميدي فنتمنى له النجاح وزي ما حضرتك قلت كان المهم الورق لما توفر الورق توفر العمل الفاني دايما بقول السيناريو هو عماد أي عمل فاني سينما تلزيون مصرع السيناريو إحنا منتظرين هذا العمل الكوميدي اللي يعني هيفرفشنا شوية ده حكنا يعني إن شاء الله نروح للقصة بقى اللي مصر كلها مستنيها أستاذ أحمد أيوه وهي الاختيار الشهيد أحمد المنسي أمير قرارة هنا تعالي بقى ندخل في جانب آخر أنا بتكلم عن سيرة ذاتية لأحدى الملاحم الوطنية في تاريخ الدراما كل فترة كده كنا بنطلع بسيرة ذاتية لأحد الأبطال ايوه ابتدينا في دموع ومفاوين واقحة رقفة الهجان السعلب حاجات كتيرة جدا أمير قرارة قدم خلال الثلاثة أربع سنين اللي فاتوا مسلسل كلبش ايوه لكن مسلسل كلبش الزابط اللي هو سليم الأنصاري ما كانش زابط حقيقي يعني هو واخد صفات من مجموعة ولكن ده من بنات أفكار المؤلف ايوه ونجح أمير قرارة بشكل كبير جدا في تقديم هذا النموذج وبقاله شعبية كبيرة لما جه بعد كده حبينا نوظف ان أنا بقى عندي فنان مع سلاسي اللي هو المخرج والمؤلف والنجي باهر دويدار بيتر ميمي أمير قرارة وعندي قصة حقيقية قريبة جدا مش بعيدة يعني مش بكلم على حد من خمسين سنة بكلم على الشهيد المنسي من سنتين ثلاثة أربع سنين على أقصى التقدير ففي ناس حضرته شافته لحم ودم ايوه فنجايب فنان عنده شعبية وبيعمل سيرة ذاتية لأحد الأبطال الموجودين فمن هنا الأعمال الجميلة اللي هي بتورينا سيرة الأبطال بتزيد بشكل كبير جدا من الشعور الوطني عند الشباب فالكل في انتظار هذا العمل هيتقدم ازاي خاصة ان الاعلان او البرومو بتاعه جذاب جدا جدا حاجة تانية ودي من الحاجات الغريبة هلاقي ان انا عندي جماعات الاخوان وغير الاخوان اي الدعاية بتاعتهم ان هما بيهاجموا المسلسل وانه فيه اكاذيب وغير وغير احنا لسه مشوفناهوش يعني انا اقدر اقول المسلسل ده حلو ووحش بعد ما شوفه بزر لكن حتى الان انا لسه مشوفتش اما انت بتهاجم على اي اساس هو بلازم يهاجم بس وهنا هو بيهاجم المهاجمة للمهاجمة عنده مشكلة تانية هو بيهاجم بعمل لنفسه خط دفاع قدام شبابه هو ليه يا جماعة ما تاخدوش بالكو ده عندهم اكاذيب طب انا لسه مش عارف هو هتقدم ايه لان ما ننساش ان الحادثة حصلت والجرائد والبرامج كلمت عنها كتير وبعض المشاهدين هيقارن اللي بيشوفوا على اللي سمعوا او اللي اراه صح تمام كمان الاعمال الوطنية بتزيد من الشعور الوطني اي لو نفتكر ايام رقفة الهجان وغيره كانت شوارة بتبقى فاضية احنا دلوقتي الشباب ما بيقراش فمحتاج انه هو يشوف الموضوع ده صوته وصورة صح هذا المسلسل الكل في انتظاره بحيث انه هو اول ما بينزل هو ضامن جزء من النجاح قبل ما يبتدي امتى بقى اقول نجح او ما نجحش اكتمال باقي العناصر الفنية من تمثيل من اخراج من تصوير من سيناريو هنا اقدر اقول انه نجح بشكل جميل او محققش النجاح اما الهجوم من دلوقتي اعتقد ناشيء مضحك لبعده دينا الشربيني لعبة سنة فاتت كان مسلسل ناجح وكان الحقيقة عليه نسبة مشاهدة عليها السنة دي لعبة النسيان دينا الشربيني هي ممثلة جيدة جيدة ولعبة ادوار خلال السنوات الستة سبعة الماضية كانت بشكل جيد والسنة اللي فاتت عملت مسلسل ويمكن اللي قبلها كان لديها مسلسل لاكتمال النهاردة ان هي بتعمل لعبة النسيان وده بيقول ان احنا عندنا شباب وعندنا دم جديد موجود على الساحة ايه خلي بالك ان انت دايما بنقسم الدراما لتلت اعمار وشرايا عمرية مختلفة لما تكلمنا على الفنان عادي الامام هو شريحة كبيرة نجم بقاله كتير عندي جيل الوسط وجيل الشباب دينا الشربيني تنتمي الى جيل الشباب اللي بيقدم اعمال جيدة عندها رصيد من النجاح فاحنا في انتظار نجاح جديد لان في الاول وفي الاخر نجاح دينا الشربيني والاخرين احنا بنطلع شيء جديد دراما جيدة تصلح ان هي تعاد بعد كده مرة واثنين وثلاثة والنجاح بيجيب نجاح وبعدين يعني الحقيقة احنا كان عندنا عمالقة في الفن قبل كده لازم يطلع عمالقة تانية مصر ولادة بالضبط والفن معلش الفن دايما في مقولة كده اسمها الفن شاب السينما فنون شاب يعني ايه يعني مرحلة الشباب هي النجومية الاساسية اللي بيتباع الفيلم باسمه صحيح ثم بعد كده بيجي بعدها وإلا كان فضل الكبار كما هم نفس الحكاية في الدراما صحيح لازم اطرح مجموعة شباب جديدة ويشيلوا ويكبروا ويبقوا نجوم معمالقة ويطلع غيره صح طيب كان فيه رهان على انه دينا الشربيني يعني ما تقدرش تشيل العمل بطولة كاملة على ما اعتقد انها كسبت الرهان وقدرت سنة اللي فاتت ولا قبلها اسبتت ان هي ممثلة تمام وطالما ممثلة يبقى تقدر ان هي تشيل شيل عمل بطولة اللي بعده يا جماعة فرصة تانية ياسمين صبري شوفي عليها رهان بارك هنتكلم بصراحة ياسمين صبري اول بطولة لها في العمل الدرامية كانت السنة اللي فاتت المسلسل لم يحقق النجاح الكامل يعني ما اقدرش اقول انه هو جاب 100% ممكن يكون جاب 60% فبالتالي لما يجي اديها بطولة تانية ومن الغريب ان الاسم المسلسل فرصة تانية فرصة تانية فاحنا بديها فرصة تانية حاجة من الاتنين لما بتدي لحد فرصة تانية ايما ينجح ويكمل ايما يتوقف بذلك ياسمين صبري هي نبو زجلي نجمة لسه في بداية الطريقة اكتملت نجميتها او لم تكتمل اقدر ان انا اقيس هذا المقياس بعد شهر رمضان بعد ما ينتهي المسلسل لكن الحديث عن ياسمين صبري هو حديث سوشال ميديا خارج العمل الفني بالزبط تمام دي انا مليش دخل في حياة الشخصية دي مش انا ما انا كناقد انا بتكلم على المنتج اللي قدامي فانا في انتظار الفرصة التانية هتوديها فين ان شاء الله اللي احنا مستنين احنا نتمنى النجاح للكل لان في الاول وفي الاخر هيعود بشكل ما على المشاهد صحيح اللي بعده عمر ودياب احنا ممكن نلخبط عمر ودياب ولا عمر ودياب ايوه صحيح فعلا تمام يعني هو من الحاجات الجميلة ان انت لما بتختاري اسم العمل ايه الاسم ممكن يبقى عملية تجارية بحتها هل هو عمر ودياب ولا عمر ودياب ولا عمر ودياب ها لتنين يمشوا خاصة ان انا عندي كمان فيه فنان كبير جدا اسمه عمر ودياب نجم برضو ضد الزمن فممكن يلفت النظر هل هو بيلمس شوية على قصة عمر ودياب ولا ماشي بشكل تاني فالاسم يعمل ايه حالة من اللخبطة كده للمشاهد فممكن يشده الاول و تاني حلقة اول و تاني حلقة بالشكل اللي احنا شايفينه بيدي ناحية الكوميديا فبالتالي لو عناصر الجذب الكوميديا موجودة في العمل هتشد الناس لباقي المسلسل ايه لو عناصر الجذب مش موجودة ممكن تعمل كات ما بين المشاهد وبين الشاشة احنا نتمنى ان نشوف عمل كوميديا لان النجمين كوميديين اللي هم بيقوموا بالبطولة و مستنين نشوف القصة رايحة فين رايحة العمر دياب ولا رايحة العمر و دياب يعني في النهاية بنتمنى الحقيقة ان احنا ننبسط بالعمل الفني و خاصة زيان بقول لحضرتك ان احنا في رمضان بنحب الكوميديا احنا نفتقد للكوميديا الصحيحة اللي هي كوميديا الموقف مش كوميديا النقطة و نقف فيه خاصة ان انا الظروف الحالية بتدفعني دفع نحية الكوميديا لان الضغوط الحياة الموجودة مش عايزة القصص الميلودرامية بس عايزة لمحة كوميديا تكون معمولة بشكل جيد احنا في انتظار ان نشوف عمل بشكل جيد و يكون الموسم الدرامي الرمضاني يعني في افضل حالاته بحيث ان هو يعمل عنصر تسلية و عنصر تسقيف للمشاهد اللي عادي النهاية ليوسف الشريف والله اكتر مسلسل حضرتك عامل جدل بس كمان بسر يعني برضو مختلف لا وفيه يعني انا احيي يوسف الشريف لسبب تاني خلال السبع سنين اللي فاتوا هلاقي ان يوسف الشريف بيلعب في منطقة لوحده ما عندوش فيها منافسين منطقة الساسبانس والتشويق يوسف الشريف عمر سمير عاطف لاثنين دخلين مع بعض في كامية ما بينهم ولكن في نفس الوقتهم مدخلين في سكة حلوة قوي لكن تصادف السنة دي يمكن يوسف الشريف ما قدمش حاجة السنة اللي فاتت لانه كان عندو فيلم تصادف السنة دي انهما بيعملوا مسلسل قراءة للواقع ولكن بعد فترة طويلة يعني في المستقبل يعني ما نقولش حضرتك ان ده مقتبس من حاجة خارجية نستنى شوية حتى لو مقتبس لكن هو في الاول وفي الاخر الدراما ايام ما بتشتغل على الحاضر يعني على الماضي هم ما اشتغلوا على المستقبل فلما بتيجي في المستقبل بتيجي تقولي ايه بقى طب الحاضر اللي احنا فيه ده ازاي هنشوفه بعد مئة سنة خاصة ان الظروف الحالية عملت بلبلة ليه مش للمشاهد للمواطن اه يا ترى هنخلص من الحاضر امتى يا ترى هنخلص من كورونا امتى يا ترى هنعمل ايه طب القراءة فيه العمل الجاي هنا السسبنس الجميل مع اسم النهاية كلمة النهاية كلمة صعبة قوي ايه فعمل للمشاهد صدمة الصدمة دي هو عايز يشوف هم بيستشرفوا المستقبل ازاي ايه لان لو اخدت الشهر الكامل الاربع اسابيع اللي فاتوا الجمهور رجع للأفلام اللي كانت بتاعة الخيال العلمي من عشر سنين اللي هي توقعت ما يحدث فانا هنا في الدراما بتوقع ما يحدث بعد مئة سنة فازاي الوقت الحالي هيمشي فالكل في حال التراقف عامل نوع من التشويق لهذا المسلسل باسم كمان النهاية طيب يعني هل في مشكلة استاذ احمد في فكرة الاقتباس ولا دا عادي يعني نتقبلوا يعني لا لا مش حكاية نتقبلوا الحكاية حكاية ايه الاقتباس موجود منذ بداية عمل السينما والمصرح كمان لكن هي المشكلة مش في الاقتباس انا لما بيعجبني قصة كتبها مثلا واليامشيكسبير هي مش مصرية ماينفعش اترجمها وعملها في مصر لكن ينفع اترجمها وثم امصرها تمام تمام فهنا انا باخد الفكرة وبامشي على الخيوط الدرامية التي تتماشى مع المجتمع اللي انا فيه تمام عشان كده بعض الاعمال اللي تم تمصيرها نجحت منها جراند اوتال من حوالي 3-4 سنين ايه لانه تم تمصيره ما اترجمش وشفت ان انا في عالم خيالي ممشيش معايا فالاقتباس موجود لكن بحتاج نقطتين تمصير وكمان اكون امين ان انا اكتب على التتر ان انا العمل مقتبس من ايه القصة الحقيقية الاسد احمد سعد الدين في رمضان هيتابع ايه والله انا يعني حتى الان هتابع سكر زيادة ايه ده لازم عشان اشوف ايه الدنيا ايه اعلان اه دي مشكلة بتخليني افصل يعني انا بقعدة متفاعلة مع المسلسل وكتر الاعلانات بافصل وبانسل وبانسل وبقلب على مسلسلتين صحيح فبضطر في الاخر ان انا لجاء الانترنت عشان اتفرج بدون اعلان هيا دي مشكلة فانا تمنى كل سنة وحضرتك طيب وانتي طيب بشكرك استاذ احمد سعد الدين على وجودك معنا ويا رب يعني تبقى يعني مجموعة من المسلسلات الزريفة واللطيفة نتمنى موسم درامي ناجح وما يكونش ظروف التصوير اثرت عليهم يعني ويقدموننا حاجة موضوع ظروف التصوير احنا في البداية قلنا او كنا خايفين ان محد ما يكتملش المسلسلات لكن احنا عندنا اكتر من عشرين مسلسل فالناس دي اشتغلت حتى في الزمن الصعب ربنا وفاهم كل سنة وانتو طيبين مشاهدينا شكرا اشوفك بكرة حلقة جديدة تسبوع الله خير موسيقى موسيقى